السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روسفيلد كان ليه كلمة بيقول لن يحرم أحد الشعب الأمريكي أبدا من حق التصويت باستثناء الشعب الأمريكي نفسه والطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها القيام بذلك هي عدم التصويت وفعلا نفس الحكاية احنا بنقولها هنا في مصر عجبتني المقولة لن يحرمنا أحد من حق التصويت إلا إذا حرمنا نفسنا من هذا الحق بعيدا عن كلمة أنه واجب ولكنه حق في المقام الأول واجبك أحيانا بتأديه وأحيانا لا تؤديه لكن حقك قدر الإمكان بتحاول أن أنت تأخذ كل حقوقك والطريق للحصول على كل الحقوق هو بعض هذه الحقوق على رأسها التصويت لمن تختاره النهاردة خلاص يعني خلال ساعات في العالم كله هتنتهي انتخابات الخارج الناس اللي برة عملت اللي عليها اللي شارك شارك ولي ما شاركش ما شاركش والأرقام جيدة حسب ما نسامع طبعا مش مفروض أن احنا نتكلم عن هذه الأرقام لحد ما يتم الفرس والإعلان مش هيكون النهاردة ولا بكرة هيكون في النتائج الكلية الداخل مع الخارج لكن خلينا نتكلم عن الانتخابات في الخارج اللي بتنتهي وانتخابات الداخل اللي هتبدأ يوم 10 ديسمبر إن شاء الله ونقول إيه اللي هيحصل وماذا نتوقع وماذا نريد برحب بضيفي الكريمين النائبة المحترمة دكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب نائبة رئيس حزب المصري الديمقراطي والقيادية بحملة المرشح الأستاذ فريد زهران أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وبرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة الخبير الإعلامي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك تباعت حضرتك أكيد المشهد في الخارج أكيد متابعة لصيقة عشان خاطر تتابعوا مرشحكم المشهد كله على بعضه شكله إيه بالنسبة لك؟ المشهد على بعضه يعتبر جيد إلى حد كبير طبعا يعني أكيد كلنا مخدين بالنا أنه اللي حصل في المنطقة وموضوع غزة يعني قلل من اهتمام كثيرين جدا بانتخابات الرئاسة ولكن كان معايا ضيوف مبارح بيقوله العكس بيقوله زود الاهتمام لا أنا صرف بعض الاهتمام صرف بعض الاهتمام وفي ناس يعني كانت مهتمة بالموضوع بالمتابعة لكن الأحداث كانت يعني يعني زي ما بيقوله كده يعني كانت مغطية اه على كل حاجة فمخلية الناس مش قادرة قوي تتابع الحملات بتاعت المرشحين تتابع بيقوله ايه تتابع كلامهم لكن في نفس الوقت اللي احنا شوفناه من يعني التصويت بالخارج إلى حد كبير يعتبر جيد يعني في ظل هذه الظروف انا شايفة انه نزول الناس في كل الدول المختلفة سواء بقى يعني دول عربية او دول اوروبية او امريكا وكندا لا احنا شوفنا ناس وفي ناس الحقيقة كتير هناك صوتونا وكانوا بيسجلوا فيديوهات وبيقولوا ان هما ليه بيصوتوا صوروا الاستمارات لا مش تصوير استمارات لكن بيخرجوا على اللجنة وبيصوروا الحالة وبيقولوا وجهة نظرهم ان هما مثلا بيصوتوا للمرشح للأسباب ديت زي اي حد يعني بيقول ان هو بيدي صوته لي فالحالة يعني في مجملها جيدة طيب سيد محمد حضرتك ناس كتير بتتكلم يقولك المصري اللي في الخارج زي الكتير من الجنسيات اللي تكون في الخارج خلاص هما راحوا عندهم حياتهم وانفصلوا عن المجتمع وانفصلوا عن قضايا المجتمع هل ما حدث مش بس المرة دي ولكن في الاستحقاقات السابقة وكله على بعض يقول لا المصريين في الخارج ما هماش منفصلين ولا هما الى حد ما منفصلين خلينا في البداية بس يعني انا مسحابب ان اختلف من الاول مع السيادة النائبة بس يعني انا شايف ان المشهد ياريت تختلف معا من الاول يعني عشان ده في مصلحتين لا المشهد الحقيقة كان مشهد يعني متميز واعتقد ان التصويت المصريين في الخارج اللي بيكون ده الرابع انتخابات رأسية بيشاركوا فيها بالتصويت اعتقد انه هيكون اكثر تميزا من حيث اعداد المشهدين في التصويت يعني تبقى لرصد الاولي المبدئي بالاتشاف في اللجان كلها اللي حصلت في كلمة 121 دولة حول العالم 137 لجنة وده يجعل عوامل كتير يعني في مقدمتها موضوع غزة برضك يعني انا شايف اهتمام المصريين بالانتخابات وده مش شوف من التلفزيون يعني لفيت اكتر من محافظة مصرية وتعاملت في قوة ومدن مصرية ولا شايف ان الناس عندها يعني غزة او اللي حاصل في الارض المحتلة يعني زود عيار الوطنية عند المصريين شوية وخلهم مهتمين اوي اكتر بالشأن الوطني واللي بيجرى في البلد او اللي هيجرى في البلد او مستعبى للبلد وانا شايف ان الانتخابات سواء في الداخل او الخياج جزء منها هو تصويت على موقف الدولة المصرية من اللي بيجرى في غزة يعني الاطباط اللي حاصل بغزة في الانتخابات سواء على مشاعر الوطنية اللي زادت خلال الفترة الاخيها او على مستوى الاهتمام بالتصويت كنوع من انواع التأييد او الدعم لمواقف معينة حصلت في الفترة الاخيها فيما يتعلق بغزة اعتقد ان ده هيكون سبب من اسباب اتفاع نسبة التصويت في سببين تانيين مهمين جدا ماينفعش منه سهلاك بتتكلم كده على الداخل غدرتي اللي انا حاسس بينا هلاك بتتكلم عن الانتخابات السببين التانيين يمكن شوية هنتكلم بقى على الخاج بقى فيهم السبب الاولاني هو الاهتمام اللي حصل في العشرة السنين اللي فاتوا بالمصريين بالخاج اهتمام متتالي ومنعا على خطة واضحة ورؤية متكملة من الدولة المصرية يمكن المصريين في الخاج يجعلهم حق التصويت بقراقضائي في 2011 لكن يجعل الاهتمام الحقيقي بيهم بعودة وزارة الدولة الهجرة وشؤون مصريين بالخاج سنة 2015 اه وبتلا يبقى فيه تنظيم ما للعلاقة مع المصريين بالخاج وتوجد في الوزيرتين متتاليتين تولوا مسؤولية الوزارة السفية نبيلة مكرم والسفية سورييندي يعني عملوا حيوية في العمل داخل الوزارة وده كان يجع من دعم كبير من سيادة رئيس ومن رئيس الحكومة واهتمام الدولة المصرية بهذا الملف بشكل كبير يمكن كان فيه مؤخران مؤتمر للمصريين بالخاج في القهراء في يوليو الماضي الشرق التاني يتعلق بالمشهد الانتخابي ككل اللي بيأتي تتويجا لمسيحة من الاصلاح السياسي في العامين الاخيرين واللي كان اهم حدث فيها كان الحوار الوطني والانتخابات دي بتأتي صمرة لهذه المسيحة اللي حصل فيها خطوات مهمة حصل فيها توافق وطني كبير وحصل فيها يعني عدد من الانجازات الطيبة اللي خلت المشهد فيه حيوية وبيدي امل في مصار تطوى ديمقاطي كبير في الفترة الجاية ان شاء الله حدث قفلت لنا الحلقة كده تمام يعني مش كلمتنا عن كل الموضوع بس حدث حدث لو عندك تعليق حدث اكيد عندك تعليق على كلام الأستاذ محمد يعني مع احترام الشديد لكل الكلام اللي لا لما اختلفت انا بقى انا اللي بتريد بقى فما بيش مش كلمة فأولا انا ما زلت شايفة انه لا انا مش شايفة انه فيه اهتمام بالمصرين بالخارج بدرجة جيدة خالص بالعكس وده الكلام ده انا مش بقوله انا ما بحبش الكلام المتزوق يعني لو هنتكلم بقى على رايبنا واصحابنا ولاد اخواتي اللي مهاجرين ومين اللي بيدرسوا برا ومين اللي بيشتغلوا فين لأ دول مش هيكين اصلا حضرتك سافرتي لفتي شفتي الناس برا عشان تتابع احوالهم ولا من جوه مصر تابعت ده كده وكده يعني اولا انا بسافر كتير وغير السفر انا على اتصال بناس كتير برا وليه اصدقاء كتير جدا مصريين مسافرين فيه مصريين كتير انا مش بقوله انه ما فيش مبادرات اتعملت وما فيش محاولات للاهتمام بيهم ولكن الصورة الوردية الجميلة دي بتاعت ان احنا عملنا كل حاجة وانه المصريين بالخارج بقب برا فيه صعدة جدا دامة الحقيقة يعني مش موجود خالص في الحياة فيه عشرة مليون مصري برا بالزبط فما نقضاش نعمل وظروف بتختلف اولا من يعني من ريجن لريجن من منطقة المنطقة من بلد لبلد من حالة اقتصادية للشخص المصري الموجود في خارج هو ممكن يبقى طبيب وممكن يبقى عامل بسيط بالزبط فطبعا كل واحد فيهم الخدمات بتوصله بالشكل معين بصورة معينة لكن اعتقد اللي كان بيعنيه لأستاذ محمد ان حصل انتقال الافضل في ده بدل ما كان الملف راكد لفترة طويلة بالزبط فيه محاولات للتواصل حقيقية حصلت ولكن مازلنا نفتقد لتواصل مع شريحة مهمة جدا كل الشباب اللي سفروا قطاع بتاع الاتصالات وتكنولوجيا معلومات بتاعنا اللي صدر آلاف من الشباب النوابغ اللي بيشتغلوا في كل دول أوروبا وفي أمريكا دول ما فيش تواصل معاهم خالص وشبه منقطع التعامل معاهم مع مصر اللي بيدرسوا برا اللي واخدين سكولر شبس يعني اللي مش بيدرسوا طبع الدولة ولا حاجة هم واخدين منح أو بيسفروا على حسابهم دول إلى حد كبير جدا حتى مش مسجلين أنا مستغربة أنه إزاي دولة بيبقوا بيدرسوا ودول مصريين وبيدرسوا منهم بنتختي يعني عشان بس يعني ومش بنتكلم على الناس ما نعرفهم شي طب بنتختي ما سجلتش نفسها ليه لما سافرت ما هي فكرة متهربة بنتختي إيه اللي بيخلي إيه اللي بيقول للشباب دول أنتوا لازم مثلا تسجلوا ولو سجلتوا ده هيبقى لكم إحنا مش مع التهديد إحنا مع الترغيب إنه مهم أنتوا لما تسجلوا ويحصل لكم مشاكل هتلاقوا في ظهركوا حاجة اسمها السفارة المصرية وحاجة اسمها القنصلية وهيساعدوكوا لو في كذا وكذا يعني أنت بنتختيك ما سجلتش نفسها أنا أولاد أخويا مسجلين نفسوهم مش عارفة ده غريب ده غريب برضه وماش في السعودية ده وما في أمريكا يعني فيه وفيه فيه وفيه أما هو ده اللي أنا أصدقوا فكرة إن أنا أقول أعمل حديك فتحتي نقطة على فكرة مهمة قوي هي نقطة الوعي هي نقطة إن النهاردة واحد السؤال بيقول هل المصر اللي في الخارج ما بتوصلوش الخدمات أصلا ولا هو غير مهتم بالخدمات ولا هو حاول يحصل على الخدمات ولا يحصل عليها أعتقد إن التلاتة موجودين بالزبط فإحنا لازم نبتدي بكل واحدة فيهم نشتغلها ونشتغل عليها بالزبط يعني من ضمن الحالات يعني أنا ليا صديقة مهاجرة مثلا في كندا ولدها علشان هي مثلا في فانكوفر والسفارة في تورونتو عشان يتواصلوا مع السفارة ويعملوا ورق للولاد هي قعدة سنة مش عارفة وبعدين بين تورونتو وبانكوفر يعني صفر رهي تشايف الحل يبقى إيه؟ يبقى في كل مدينة فيه أنصلية؟ لا يكون فيه تواصل جيد يكون فيه وسائل إلكترونية للتواصل مش أنت بتاعت الإتصالات يا دكتورة ماشي ما هو بس أنا بتاعت الإتصالات مش أنا اللي مسكي الكلام ده انت بتاعت الإتصالات يا دكتورة انت المفروض تبقى حريصة من ده وعلاقتك طيبة جدا بكل الناس اللي موجودين في اختار الإتصالات ده حييي بالتأكيد ده بس دي مسؤولية عليكم أكلمك بقى بعيدا عن كونك نائل لمهندسة اتصالات في المقام الأول يا يعني أنا شايفة أنه مازلنا يعني آه في خطوات التخطط لكن مازلنا في حاجة شديدة جدا لأنه يكون فيه فعلا زي بوابة جامعة بقى فعلا المصريين بالخارج فعلا يسجلوا عليها والتسجيل ده يكون هيدلهم أي مميزات مش مميزات تعينية لكن هما يبقوا مفهوم أنهم هيعرفوا يقدر يلجأ إمتى للسفارة يقدر يحصل يقدر يعمل أوراق بسهولة يقدر يعني حاجات كتير تسهلوا حياتنا أنا متذكر أعتقد في شهر سبتمبر 22 كان السيد وزير للصلاة الدكتور عمر طلعت في مؤتمر مصر الرقمية وأعلن قدام الرئيس أنه عمل منظومة متكملة للمصريين في الخارج حالك أكيد على دراية بيهم كنت حضرها بس ما تعملتش يعني ما شفتش حاجة يعني لا يمكن حالك ما شفتياش احتمال جايز بس يعني لو شفتها يا رت بقى تطلعها خلينا لأن موضوعنا طبعا يهمنا جدا أننا نتكلم عن الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج ولكن موضوعنا أكثر هو الانتخابات بره وجوه لأن اللي بره خلاص يعني كلها ساعات ونبقى لوسانجلس خلاصت ويبقى الدنيا دي خلصت لكن احنا قدام مشهد هل الطبيعي جدا ما حدث في الخارج يعني عكس على الداخل يعني لو كان غير مرضي بشكل كامل للدكتورة مها فهو هيبقى غير مرضي بشكل كامل داخلين ولا مفيش علاقة بين ما يحدث في الخارج وما يحدث في الداخل لا هو مفيش علاقة تماما لأن المناخين مختلفين والعوالم اللي بتغبط كل المصريين في المكانين مختلفة تماما والدوافع اللي بتحركهم للتصويت مختلفة فالأعداد نفسها يعني متفوتة ما بين هنا وهنا كمان يعني عدد اللي جاني المتوفرة في الخارج يعني أقل بكتير من يعني منطقة التصويت اللي تقدر تستوعب العدد اللي موجود من المصريين في الخارج وده العوامل الكتير يعني ممكن نتناقش فيها في ايه في مشاكل اللي ممكن أو في الخطط اللي ممكن تحسن وتخلي عدد المصريين اللي بصواته الخارجي بقى أكبر من كده يعني المسألة محتاجة خطة ووقية لأن مش دي الأخر الانتخابات هيصواتوا فيها لسه عندنا مستقبل المسألة محتاجة تطوية بس خليني يعني خلينا نتفق على أن اللي حصل في الخمس ست سنين اللي فاته كان أفضل يعني يعني فيه خطوات فيه خطوات المراضي أحسن من انتخابات 2018 2018 أحسن من اللي قبلها ونتمنى اللي جاي إن شاء الله في انتخابات مصر القادمة بقى عشرين تلاتين يكون فيه ما هي هي الانتخابات مفروض أنها تبني على ما هو قادم وليس على ما مضى أنا بس مستغرب أن حضايكا ما اتكلمتي على موضوع غزة وأنه مؤثر سلبا في حين أنا متصور أن في حملتكم أنتم كطيار عموما موضوع غزة بالشعور الوطني بالشعور العروبي إن ده يأتي في مصلحتكم مش كده هو يأتي في مصلحتنا إن إحنا بنتكلم على موضوع يهم كل الناس يهم المصريين كلهم ومرتبط بالطيار بتاعكم وأنتم مفوهين في الموضوع ده إحنا مفوهين في كل موضوع في كل موضوع كنت أتمنى ألا يكون العدوان موجود ولكن يمكن تكون هناك مزايا لما حدث أولا تحركت القضية الفلسطينية بعد طول ركود وبنفس الوقت أثرت سلبا وإيجابا على المشهد الانتخابي مش هنختلف إذا كانت سلبا ولا إيجابا ولكن في المجمل أستاذ محمد التأثير إيجابي أنا شايف نكلم على غزة تحديدا اللي حصل في غزة كان له تأثير إيجابي أنا لمسته في التعامل مع الناس يعني لأن قبل الانتخابات كان في حالة خمول وفتور حقيقية حصلة يمكن سببها الأزمة الاقتصادية سببها المعاناة اللي كان فيها الناس لكن اللي حصل في غزة باوز للشعب المصري مدى أهمية الأمن والاستقرار مدى أهمية وجود دولة إحنا يعني باللي حصل لغزة اتقفلت على مصر مسلس الحدود التلاتة تلات حدود يعني الغابية حكومتين الجنوبية جيشين الشرائية سلطتين بيتنفسوا على دولة وسلطة احتلال فحدود مشتعلة وملتهبة تخليك تتشبس أكتر الوحيد اللي على الحياد هو البحر أه البحر بالزبط البحر الأبيض المتصل وش الحياد قوي أمريكا حتى فيه حاملات طائرات وكده ففي النهاية إحنا بصدد يعني حدود مشتعلة جدا فتخليك تحس أكتر بالوطن تخليك تبقى مهتم منك تنصوه بشكل حقيقي يعني فكرة النصرة المصطلح أو الكلمة اللي بقت داجة على لسان المصريين نصرة للشعب الفلسطيني ونصرة لغزة أصبحت بتتداول نصرة إلى الوطن المصري بأننا مشاكية الإيجابية بالتصويت لأي من المؤشحين الأربعة هو نوع من النصرة بأننا بكمل المسيحة اللي بدأت في الإصلاح السياسي والمصاري الديمقراطي اللي بيتطوى والانتخابات دي بالفعل يمكن اللي قالت ست النائبة فكرة المؤتمرات الجماهية واللقاء مع الناس والحواء مع فئات من المجتمع إحنا ما كناش بنشوفها في القاهرة وما كناش بنتعامل معها كتير في كل محافظات مصر دا خلق حالة حيوية جبية جدا في المشهد السياسي عظيم حنتوقف بقى مع فاصل ونرجع ونستكبل هذا الحوار اللي حقيقة بدأ ساخنا ولكن بنقترب إلى حد ما في وجهة النظر ولكن أتمنى أن يظل هذا الحوار على سخونتين نلتقي بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أرحب ضيفي الكريمين النائبة المحترمة الدكتورة مع عبد الناصر والكاتب الصحفي الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة عندنا لقطة كده من سفارتنا في سويسرا للملك أحمد فؤاد الثاني وهو بيدلي بصوته النهاردة في العملية الانتخابية نشوفها مع بعض فيعني برضو صورة جميلة جدا وصورة بتعبر كده على الاستمرارية الأجيال مع بعضها البعض وعدم حساسياتنا بقى أتمنى أن حساسياتنا من عصر العصر 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 تكون انتهت أو تكون في سبيلها للانتهاء خلوني أرجع وأسأل الدكتورة مها حضرتك سؤال يعني سألته كتير قبل ما حركت بي موجودة معنا ويهمني أسمع إجابته من حضرتك لما الأستاذ فريد زهران كان موجود معنا هنا ضيفي في أول حلقة إليه كان فيه تقرير عن الحركة المدنية في مصر وإن كان فيه محاولات كبيرة أن يبقى فيه اتفاق بين الحركة المدنية وبعضها للوصول إلى مرشح واحد إيه اللي حصل اللي يخلي أن حتى الحركة المدنية مش قادر أنها تتوافق على مرشح إيه اللي حصل اللي حصل أن هي الحركة المدنية ديت مبدئيا هي اقتلاف سياسي في أحزاب كتير يعني ممكن يكون توجهاتهم مختلفة تمام فموضوع الاتفاق على مرشح بعينه مبدئيا ما حصلش نقاش جيد من الأول خالص أن هما هيبقى فيه اتفاق أصلا أنه هو عايزين يشاركه ولا مش عايزين يشاركه فيه أحزاب كتير في الحركة المدنية مقطع الانتخابات فما ينفعش أنه يبقى فيه ناس عايزة تقطع ويتفق على مرشح والحركة المدنية من أول من بداية تكوينها وهي القرارات بتاعتها بتتاخد مش بالتصويت بتتاخد بالإجماع يعني لا يعني ما يطلعش قرار زي جابة الدول العربية ما يطلعش قرار غير لو كل الناس موافق فطالما أنه فيه حد أو اتنين أو يعني أي عدد من الأحزاب مش عايز أصلا يشارك فبالطبيعة يعني ما خلاص ما اللي مش عايز يشارك خلاص ده خلاص بيقول ده واحد برا الخانة بتاعتنا أنه خلاص مش عايز مش عايز يشارك ما هو خلاص يبقى هيتفقوا على مرشح إزاي خلاص في عنا النهاردة لو قلنا كم واحد كانوا فيه هذه الحركة المدنية فيه 12 حزب 12 حزب فلو قلنا أنه فيه 8 منهم قطعين 6 منهم قطعين طب 6 التانية لا تفقوا على مرشح ما هو إحنا معنا فعليا اتنين منهم معنا يعني معنا حزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية فيه الحزبين اللي قرروا يدخلوا فعلا في المشاركة الحقيقية ويعني أولا النوابهم يعني قدوا التوكيلات لأساس فريد ويشتغلوا معنا منهم ناس في الحملة وفيه ناس دعموا بس يعني دعم عادي ففي الآخر وفيه ناس من أحزاب من اللي موجودة يعني بعض قياداتها هم مش مقتنعين بالمؤطعة فكانوا موجودين برضو معنا وجمعنا في مؤتمرات ودعموا وأساس فريد ففعليا أي حد مع المشاركة اشتغل معنا ودعمنا اللي مش مع المشاركة يعني مش هنقدر نقول لهم مشاركوا بصدر عنكم يعني أسأل حتك لا هو الحقيقة المفروض أن يبقى فيه إقناع في الحتة دي حاولنا الله ليه الحركة المدنية ما هياش حركة مدنية ليه ما هياش حركة متكملة قادرة أنها تجتمع على كلمة وتقول والله عندنا أهداف عايزين نوصلها وفي سبيلها هنتنازل عن بعض المطالب اللي موجودة عندنا بس لازم كلنا نشارك لازم نختار واحد أو لا مش اتنين نختار واحد وندخل ونقول ده موجودة عشان خاطر تبقى الصورة على بعضها المجتمع يقتنع بالحركة المدنية إذا كان المجتمع مش مقتنع خرجك ممكن تقولي هو مقتنع ولا لا أو كان مفروض يعمله إيه الحقيقة الحركة المدنية ووضوها وقيمتها في المجتمع وتأثيرها في المجتمع مطبط بالمشهد الحزبي كله والمشهد الحزبي كله إلى حد كبير كان معطل أو معمول بوز لسنوات طويلة كان فيه أولويات أخرى عند الدولة المصرية ولما ابتدى يحصل تفعيل لوجود الحياة الحزبية هي الدولة اللي بتشغل الأحزاب ولا الأحزاب بتشغل لا إحنا كان فيه أولويات مختلفة الحياة الحزبية حصل حراك حقيقي فيها مع دعوة الرئيس للحوار الوطني في رمضان من سنتين ابتدت الأحزاب بس النائبة هي موجودة في مجلس النواب من أكتر من سنتين أنا ما حضرتك بس الأحزاب الأحزاب ما كانش موجودة بشكل يعني مؤسس وحقيقي في المشهد السياسي يعني ضوها ما كانش بالشكل اللي هو حصل النهار ده مثلا يعني إحنا كنا في حالة بناء للنظام السياسي وبيستكمل بخطوات يعني أعتقد إن كان فيها جزء منها مدروس لأن فيه تطوع حصل في المشهد ده لما نجي نتقيم الحياة المدنية هي جزء من هذا المشهد وانعكاس له هي بتمثل أو مثلت لفترة من الفترات الصوت الآخة في الدولة المصرية وصاد أصوات تانية داعمة ومؤيدة للنظام وللدولة تاكبتها وتوافقها مع بعض أصلا كان مطبط بمنطق رفض يعني هي مجموعة رافضة لكن مش متفقة يعني فيه نقطة اتفاق ما بين حزب أو اثنين أو ثلاثة لكن في النهاية الرفض هو نقطة الاتفاق نقطة الاتفاق لكن ما عندناش إحنا أقيا سياسية متكاملة للأحداث ما عندناش بينامج واحد بنتكلم فيه إحنا جمعنا حالة إن إحنا مش موجودين في السلطة أو مش موجودين جوة قلب السلطة بشكل أو باخر وهي يعني أعتقد إن قادم الأيام في المشهد السياسي هيتطلب أشكال مختلفة من التحالفات السياسية من التحالفات السياسية الجديدة اللي تتنسب مع المعقلة اللي جاية إذا ما كان في هذا الأمر الكبير لم يتحلفوا هيتحلفوا عليه هم مش لسم هم نفس الأشخاص ديت يا أستاذ وسامة دلوقتي نرجع تاني هم أعتقد إنهم مش هيضاء يتفعوا تاني ما سلهاش نغيره هو في الآخر ده تحالف اقتلاف سياسي هو إحنا ولا في حزب واحد ولا إحنا قرأنا واحدة ولا أفكارنا واحدة وده طبيعي دي تحالفات السياسية زي ما كنا عايزين نسقط الإخوان فعملنا جابة الإنقاذ وانتهدوها انتهدوها أول ما خلصنا بعد تلاتين ستة بقى ما فيش جابة الإنقاذ يعني هتعمل إيه؟ ما فيش احتياج لها بعد كده وبعدين يعني معلش ربا على السؤال هي الدولة هي اللي بتعمل أحزاب هي مش الدولة اللي بتعمل أحزاب بس الدولة هي أو النظام الحاكم هو اللي بيفتح مجال للأحزاب تشتغل أو إنها تبني قواعد أو إنها تعرف توصل للناس لكن لما يبقى الظرف العام أو الأحوال بتقول إنه ما ينفعش نعمل مؤتمرات جماهيرية ما ينفعش ننزل للطلبة في الجماعات ما ينفعش ندخل نتكلم الناس في النقادات طب إحنا هنوصل للناس إزاي؟ ما هو في الآخر الأحزاب دي علشان تبتدي تعمل بناء حزبي بيحتاجة آليات معينة عشان تعرف توصل للناس لما يبقى مقفولة عليهم بدرجة معينة هيوصلوا للناس إزاي؟ البناء الحزبي ده بياخد وقت طويل يعني الأحزاب اللي بتحكم يعني أنا كنت قابلت ناس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الدنمارك في كوبنهاجن في 2012 كنا احنا بالزبط يعني أو يعني أواخر 2012 كنا احنا يعني بقلنا سنة وهم كانوا بقلهم 101 سنة هما كانوا لسه كسبانين لانتخابات وبيحكموا هانت فاضل مئة سنة فهو في الآخر انت بتتكلم انه علشان الأحزاب دي فعلا تقدر تبني أولا بتاخد سنين طويلة وبتخش معارج كتير انتخابات وفعلا وتعرف تنزل الشارع وتكسب وتخسر وتبني قواعد والناس تسمع كلامها يبقى هو ده يبقى هو ده احنا بنقوله او اللي بنتمنى النهاردة هو ان ده يبدأ البناء على الطوبة اللي احنا وقفين فوق منها بالزبط النهاردة انها تاخدنا اللي قدام ما ترجعناش لورا باي شكل من الاشكال طب وبرده هسأل حضرتك المواطن بيقص على الأحزاب أولا طبعا للتيارات الدينية خلت كلمة الأحزاب دي وحطتها جوه السياق الديني وطلعت ان الأحزاب دي حاجة حرافة اه بزبط ثم نظر المواطن إلى الأحزاب ولا انها تظهر اليه في فترات الانتخابات فقط ولا تظهر في باقي التوقيتات التوقيتات فبالتالي قال لك يعني هم مش هم جايين للمصلحة فانا هبقى عايزهم برضو في المصلحة لو جوم الدنيا مصلحة هتديهم المصلحة للخروج من المصلحة المباشرة والنظر إلى المصلحة الأبعد ايه اللي لازم يتغير الأحزاب ولا المواطن لا لا الأحزاب لا طبعا الأحزاب انا عايز اقول لحضرتك على حاجة احنا السنة الأخية كمان بالذات احنا يعني تعملنا مع بعض كأحزاب سياسية وتفرجنا في الحوار الوطني على هو حضرتك حزب ايه الاتحاد حزب الاتحاد والطيئة الإصلاحي الحوار احدى التحالفات السياسية الموجودة هو بتأيده الأساس في ريدا لو بتأيده لا بتأيده رئيسها فتاح السيسي بتأيده رئيسها فتاح السيسي تمام في الفترة السنة الأخية دي يعني أنا أدعي أن أنا شخصيا كنت متواجد في أو بشارك في الحياة الحزبية من منطق أن أنا أقدر أبقى بتكلم وأنا وقف على قابة صلبة الحياة الحزبية في مصر محتاجة هدم تام وإعادة بناء جديدة هدم الايه لكل أنا أنا شايف يعني أنا ممكن ده كتبته كمان كتبته ممكن أكتر من ماء واتنشر في في جريد مصرية أن خطوة تصحيحية حقيقية للأحزاب هو إعادة إصداق قانون جديد للأحزاب السياسية أول خطوة فيه هو حل الأحزاب القائمة كلها وإعادة إشراها من جديد وفق لهذا القانون الجديد وأعتقد أن من جزء من المناقشات اللي تمت في الحوال الوطني هو المسألة المطبطة بالأحزاب وشكل وجودها وشكل تمويلها وشكل النظام التأسيس فيها وكل كل ما هم مطابط فيها لتصحيح مصارها وإنها تصبح كيانات لها قيمة ولها شخصية اعتبارية منضبطة ووضحة قدام رائع العام أنا دلوقتي عايز أسأل أي حد موجود في حزب سياسي أنت إيه اللي بيؤكد أو بيوثق عضويتك في الحزب إيه اللي بيخلي الأحزاب دي تبقى يعني تحت بشكل أباخة تحت إشراف مستمع في كل فعالياتها وفي كل أحداثها وفي كل أعظمتها تحت إشراف مين المستمع يعني فيه جهات قضائية بتشرف على أعمالها بشكل أباخة فيه جهات مالية بتشرف على أعمالها بشكل أباخة يعني فيه جهات رقبية عشان يبقى فيه شكل من المصداقية والشفافية قدام المجتمع الأحزاب دي تجمع من مجموعة من الناس كويس إحنا ما فيش أي تجمع في الدولة كويس مش بيمور على قنوات الشرعية عشان يبقى موجود زي الجماعيات اللي بتروح لوزارة التضامن بالزبط والأندية كويس الأحزاب المفروض أنها تبقى تابعة لإيه حاليا لجنة شؤون الأحزاب لجنة شؤون الأحزاب ما بتتعاملش معها غير في الإشهاة بس يعني مسألة سوء حاليا شايف أنه مفروض مين بعد كده يبقى هو اللي بيتابعة شؤون الأحزاب والله أنا أعتقد أن المفطوعة دي يبقى فيه هيئة من الأحزاب نفسها كويس هي بتنظم عملها وبتكسبها المصدقية أمام غائل العامة هاي الأحزاب يتقدموا بها لمين أشكدوا زي بزبط يعني يعني لما أحب أكلم اللي هيشرف على أكلم مين بزبط أكلم مين أعتقد أن احنا محتاجين فترة انتقالية كويس يعني ممكن تبقى سنة أو اتنين عشان يتعاد فيها تأسيس الأحزاب عشان أنا أبقى شايف يعني أنا ليه كمواطن ببص للأحزاب ومش مش مستوعب يعني وجودها الحقيقي يعني أي أن كان الكيانات وأسماء الأحزاب اللي موجودة في الحياة السياسية في النهاية تأسير في المشهد السياسي مطابط بالأفراد يعني سقل أي حزب سياسي مطابط بالشخص ده في المنطقة دي أو في الداية دي أو في المحافظة دي ووجوده هو اللي بيبقى مفتاح وجود لهذا الحزب أو هذا الكيان أو هذا الطيار اللي موجود فإحنا في النهاية لازلنا يعني الحياة السياسية مطابطة بأشخاص مش بأحزاب لأن الأحزاب لم تنجح حتى هذه اللحظة فإنها تكتسب مش دقية يعني عملنا بقى موضوع الحزب بالاختار والكلام ده كله على أساس ده ممارسة ديمقراطية فنتج عنها أنك أنت أسهل تعمل حزب عن أن أنت تعمل فريق كورا بالضبط إحنا عندنا 100 يعني طقا الأقام 109 حزب كويس لما تشوف الأحزاب دي وتأسيرها وتشوف أسائل أحزاب دول طبعا مع تقديرنا فيه 5, 6, 7, 10 أحزاب مهمين في مصر لكن أنا عندي 90 حزب عاملين دوشة كويس بأسماء وبعدد ولكن في النهاية لو عاملين دوشة أنا كنت أبقى ممسوطة أفترى أقدر سأقول لكم ولا عاملين دوشة ولا حاجة مش مدايين حد على فكت مش مدايين حد على فكت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والجزء الأخير من لقائنا مع النائبة المحترمة الدكتورة ماها عبد الناصر والكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو شاما الدكتورة ماها حضرتك نائبة رئيس حزب المصر الديمقراطي والقيادية بحملة المرشح فريد زهران عندي سؤالين أرجو أن أحريك تجاوبي على كل وحاسفهم في نص ديقة لو فاز الأستاذ فريد في الانتخابات القادمة إيه أول قرار هتاخدوه؟ أول قرار هياخدو الإفراج عن كل معتقلين الرأي لو خسرته من الانتخابات القادمة إيه أول قرار هتاخدوه؟ يعني توسع في بناء الحزب في المحافظات اللي إحنا لقينا إن إحنا اشتغلنا فيها وعندنا قواعد جماهيرية كبيرة فيها حليك كنت في أسوان كنا بس من الكلام في الفاصل كيف التقاكم أهل أسوان؟ اللقاء كان هايل يعني الحقيقة أنا كمان ما كانش لها حظ إن أنا كملت الجولة يعني أنا كنت موجودة اليوم الأول لكن كان فيه اليوم التاني في إدفو كان برضو يعني كل اللي راحوا قالوا إنه كان مؤتمر هايل فإحنا فعليا عندنا ناس وعندنا أمانات هناك لكن اللقاء مع الناس بيبقى مختلف خالص اللقاء مع الناس العادية اللي هي ما كانش تسمع عننا ما كانش تعرف عن الحزب وده يرد على التساؤل اللي كان بيقوله أو الكلام اللي كان بيقوله أستاذ محمد الأحزاب أنا مش شايفة إن الأحزاب هي المشكلة الأحزاب محتاجة تاخد فرص جيدة زي الفرصة دية عشان تنظم نفسها وتبني نفسها وتبني قواعد حقيقية وتوصل للناس وتفهمهم هي برامجها إيه وخططها إيه لما توصل للحق سيد محمد يعني الانتخابات زي ما سمعت من أكتر من ضيف من ضيوفي ما هياش القاهرة والإسكندرية الانتخابات شكل تاني خالص خارج القاهرة والإسكندرية وربما تكون أيضا شكل تالت خارج عواصم المحافظات وبالتالي قدرة الوصول للناس في الريف المصري في المحافظات النائية في ده قدرات مش سهلة ومحتاجة شغل كتير على الأرض ومحتاجة فلوس كتير كمان إنها الناس تبقى قادرة إنها تقدر تتواصل طوال سنين مش طوال فترة الانتخابات إيه النصيحة اللي بتقولها لكل المرشحين في التعامل وإحنا خلاص إحنا ندخلين على صمت انتخابي يوم تمانية يعني ما قدمناش غير كام يوم لفضلين الحقيقة يعني أنا ممكن يعني مختلف شوية مع حضرتك في صعوبة الوصول للناس دلوقتي لا بالعكس إحنا يعني في الزمن ده بقت المسألة أبسط شوية من 20 سنة فاتت مثلا كان الوصول للناس أكثر تعقيدا وأكثر إحكاما وأغلاقا من قبل بس الواتساب والإيميل مش هيقوموا بمقام الشغل ده كله بس عامنين تأسية برضك وعمنين حالة لكن أنا معاك طبعا إن التعامل الجماهية المباشر بيفق كتير وأعتقد إن كل المرشحين خدوا فرصة كبيرة في التواجد في معظم محافظات مص وفيه جوالات كبيرة جدا حصلت من كل المرشحين وده كان جديد على المشهد الانتخابي وده خلى المواطن من سنوات بعيدة ما بيشوفش هذا التنوع والأراء المختلفة والأفكار المختلفة اللي طريحها كل مرشح في بينامجه الانتخابي أو في تصويره لشكل إضاعته للمستقبل الانتخابات يعني فيها إيجابيات كتير جدا حصلت في الفترة الأخيرة في الشهر اللي حصل في الدعاية حالة حراك على كل المستويات الصائد بالإيجاب نتمنى إن احنا نكمل بعدها يعني اللي حصل سواء في الانتخابات الرئاسية 20-24 أو ما سباقها من شهور من تفاعل ما بين القوى السياسية يؤسس لمحالة جديدة أنا أعتقد إن كل الأطراف العمل السياسي متحمسة ومنفعلة إنها تكملها وتبني عليها بما فيها الدولة كلها إزاي إذا كان في ناس مقررة من بدل بدل إنها تقاطع كده أعتقد إن يعني وجودهم وتأسيرهم في الشاع أو على مستوى المشهد السياسي مش كبير لدرجة إن الناس ما حسيتش بيهم أو ما انتباهتش لفكرة المؤاطعة أنا ما كنتش عارف إن فيه مقاطع غير لما دكتوره ما أعتقد بربعش أنا كنت سقطت أنا سمعت طبعا أيام البدايات الفعاليات الانتخابية والبدايات التهشح إن فيه أحزاب هتقاطع أو حزب أو اثنين أو ثلاثة آن كان العدد المقاطع أو قوى السياسية بس فعليا قدام اللي حاصل واللي شفناه في الانتخابات المصليين للخياج وحالة التفاعل الكبير من الناس أو في اللجان في أماكن كثيرة مختلفة وحرص الناس في ظل ظروف شفناها مناخية صعبة جدا وفي ظل انتقالات من الأماكن بعيدة عشان يوصلوا للصفرات والقنصليات كل ده يعني خلت تأكيس كله على المشهد الانتخابي والسندوق الانتخابي والمشاكة من الجانب الإيجابي في اللي حاصل في الانتخابات في الخياج اللي بشكل أو بآخر يعني أغمل الاختلاف الكبير ما بين الداخل والخياج في الانتخابات لكن هتدي انطبعات جيدة وانطبعات مباشرة للمصليين في الداخل ويعني هتبع جزء من عملية التسخين في الانتخابي دكتور أبقى حضرتك هل حس أنك أنت هتقدر تيجي تقولي بعد ما تتم العملية الانتخابية هتقولي اللي ما انقاطع دول تقولي لهم يا جماعة أنتوا اللي خسرانين ولا هم اللي يقولوليك أنتوا اللي خسرانين والله أنا شايف من دلوقتي أنا بقولهم أنتوا اللي خسرانين لأن أنا شايفة أنه المكسب الحقيقي مش بنسيجة الانتخابات أو باللي هيحصل في الانتخابات أنا شايف أنه المكسب الحقيقي بالعملية وباللي حصل في الشهر ده المشاهد اللي احنا شفناها في الشارع ويعني تعاملنا مع الجماهير بعد سنين من أن احنا ما كناش قادرين نعمل الحاجات دي ونعمل المؤتمرات دي ونشوف الناس ونلف في المحافظات دي كلها أنا شايفة أنه ده مكسب الحقيقة يعني أنا رأيي الشخصي أنه هم خسروا كتير طيب البدايات وكان زي ما الأستاذ محمد يقول البدايات من شهر ولما حصل كذا وكذا مهانس حازم عمر على وجه الخصوص رغم أن علاقتي بيه كان بسيطة جدا لكن كان من فترة 3-4 شهور وهو بيبعث لي على تليفوني على طول مستجداته وأخباره بيفكر في إيه وحتى بيعرفني بنفسه صوته مع لولا دي سيلفا وما إلى ذلك ما عملتوش كده دي لا إحنا كنا بنعمل كده بس مش لفريد زهران يعني إحنا كنا بنعمل كده إحنا بالنسبة لنا بس هو فريد مش شخص فريد بيمثل حزب سياسي وبعض الأحزاب اللي معاه وبيمثل فكرة بيمثل فريد اللي هي إيه الفكرة؟ اللي هي فكرة التحول الديمقراطي فكرة أنه إحنا شايفين أنه إحنا مؤمنين بالديمقراطية الاجتماعية اللي إحنا كحزب شايلين اسمها يسار الوسط اللي هي مع العدلة الاجتماعية مع إنه يبقى الاقتصاد بشكل معين مع إنه يبقى فيه أولويات للصحة والتعليم الفكر ده كله اللي هو إحنا اللي أنا ببعثه لك اللي أنا بقوله في المجلس اللي غيري من النواب بيقولوه لما بنطلع بنوافق على حاجة أو بنعترض على حاجة هي دي الفكرة هي هو ده الرأي هو ده الفكر السياسي اللي إحنا بنبني وبنرسخ ليه مش بس اسم فريد زهران آه هو نازل الانتخابات وإحنا بندعمه وطبعا شغالين في الحملة بتاعته لكن في الآخر هو فريد ما طلعش كده الواحدة هتديره صوتك؟ اكيد نسأل صوع الصعبه أوي خائل وأنا منسأل برضو الأسئلة الصعبة دي نازة ما نيجي نتكلم ونقول ماذا بعد؟ لأن كلمة ماذا بعد أعتقد إنها بنفس أهمية وماذا سيحدث في العشرة يام اللي جيد ماذا بعد هو الحياة السياسية السليمة زي ما قلنا الصحية اللي الكل هيدفع بيها ازاي عشان خاطر ما يحصلش ان فيه طرف يبتدي يقول طب خلاص تم بحمد الله ناخد اجازة ستة وشهر وبقال ان بقى نرجع للتكلم اعتخد ان ده يعني الحزبيين او المشتغلين بالعمل السياسي في مصر ما عندهمش رفاهية انهم ما ياخدوا اجازة ستة وشهر انتخابات قريبة يعني بالمانية لسوء المجلس النوابع والشيوخ وفيه عمل السياسي يعني فيه فيه شهية اتفتحت على العمل السياسي زي ما سيادت نريبها وضحت كده فكرة الحيوية اللي حصلت في المشهد السياسي مخليها الناس كلها منفعلة ومتحمسة جدا للفترة القادمة ما بعد الانتخابات الرئاسية واعتقد ان البنى على اللي حصل ده شيء مهم جدا ويعول عليه في تغيير الحياة السياسية في مصر وهو ده المستقبل اللي احنا متوقعين وده مستقبل اللي يليق بكل الافضاء اللي كنا بتجعل حالك كنت طرحت فكرة ان الحوار الوطني كان جزء من الحراك السياسي في الفترة الماضية والحوار الوطني حسب ما احنا سمعين هو متوقع انه هو يستقنى في مرة تانية بعد انتهاء الانتخابات واعلان النتيجة الحوار الوطني version 2 اللي هو ما بعد الانتخابات الرئاسية متوقع او عايز شكله بعمل ازاي اولا ان هو الشكل اللي كان حاصل في version 1 كان شكل يعني متميز جدا ويعني اعتقد انه نجح الى حد كبير في جمع كل اطياف المشهد السياسي وكل القوى الفاعلة في المشهد وكان فيه يعني مارش الناس في حقاتها عايزوا يتسع في الشمول ده ولا عايزوا لأ ده احنا محتاجين ان احنا نبقى مع المجموعة الاكثر جدية نبقى عادين مع بعض والله اللي انا عايزه من الحوار الوطني انا قلته من اول اسبوع حضارتي فيه فعليات الحوار الوطني قلت اتمنى هذه المنصة انها تبقى منصة مستمرة ويحال اليها بعض القضايا والامور اللي محتاجة تفاعل وحوار مجتمعي اللي ممكن ما بقاش مناسب او انها تتناقش في بغلمان او تتناقش في اماكن مختلفة لكن الجمع الاحزاب السياسية والقوى السياسية اللي ملهاش تمثيل بغلماني واللي ملهاش وجود رسمي في المشهد السياسي لكن لها ثقة على المستوى التاريخي او لها اضواب مفكرين ومسطفين وكل ما شابه ذلك فكرة جمعهم ووجود اجندة للحوار اجندة موضوعات متحددة بشكل جيد ومدروسة وعمل معمول فيها اعتقد انه خلق حيوية على المستوى العام استمرار المنصة دي بشكل دائم وحالة بعض الامور لها اعتقد انه هيسهم في حالة انا بسميها التنشيئة السياسية او تنمية سياسية اللي حصلة خلال السنتين اللي فاتوا اللي ابتدت تطور المشهد السياسي كله واعتقد ان جزء مهم من اللي حصل في الانتخابات الرئاسة عشرين وعشرين ووجود اربع موشحين ووجود الفعاليات المختلفة لكل موشح وبداية التفاعل ما بين المختلفين تحت مظلة الوطن اعتقد ان ده شكل جديد على الحياة السياسية ويعني اعتقد ان استمراره بهذا النطج وهو يعني كان بادي بشكل جيد في الحوار الوطني واستكمل في الانتخابات الرئاسية واستمرار ده بقى في كل فعالياتنا السياسية ان احنا مختلفين بس بنقدر نتجمع تحت مظلة الوطن على بعض الاهداف تخدم الوطن هل حالك عندك تعقيب على موضوع الحوار الوطني ولا انا عندي سؤال تاني عايزة اسألليك التعقيب سريع انا شايف انه في توصيات احنا عشان نحس برضو باهمية الحوار وبجديته بيحتاجين ان التوصيات دي تبتدي تدخل حيز التنفيذ يعني في توصيات فعلا طلعت توصيات اقتصادية مهمة جدا توصيات سياسية مهمة جدا بيحتاجين انها تبتدي تتفعل يعني قبل ما نبتدي ندخل في الفرجن 2 من الحوار طيب اعتقد ان 18 يناير القادم هتبقى الذكرى العاشرة لدستور 2014 فعشر سنين لهذا الدستور اللي حقق ما حقق في مصر في هذه الفترة شايفة ان هذا الدستور بشكله اللي ظهر به اتى بما كان يتمنيه الشعب المصري ولا هنحتاج بقى مرة تانية اننا نقعد تاني ونتكلم في الدستور لا انا شايفة ان احنا مش محتاجين نقعد تاني ونتكلم في الدستور انا شايفة ان احنا محتاجين نفعل المواد اللي في الدستور رأي حضرتك انا متفق مع السيادة ان احنا مش محتاجين دستية كتير محتاجين نتحرك في الحياة السياسية وفي الحياة العامة بشكل مختلف محتاجين دستور مواده كويسة جدا ومتميزة جدا والسياخته كانت اعتقد من افضل السيارات السيارات اللي حصلت بصراحة بس محتاجين نها تتفعل الحقيقة ان محتاج قوانين تتفعل بعض مواد دستور اللي لسه ما خدتش دخلش وحاية استفيزه ده قولنها صراحة في الحقوق الوطني وفي حاجات طلعت وانا يمكن مختلف مع السيادة نائبة ان في حاجات في حقوق الوطني يعني توصيات تقدمت لرئيس وفي حاجات التاخب بشأنها قرارات وفي حاجات احيلت لجهات تنفيذية واعتقد ان في حزمة من الحاجات جاهزة انها تطرح ما هي جاهزة بس انا قلت لسه ما اطلعتش اه لسه ما يقول انا قلت لقادرة لان ده هيتبني عليه البرلمان القادم بوروفتي عموان انا سعيد ان زي ما بدأنا احرك مختلف مع السيادة النائبة فختمنا وسيادتك مختلف برضو مع السيادة النائبة خلاف لا يفسد للودة قضية في حوار محترم مع شخصيتين محترمتين اتشرفت بان هما يكونوا ضيوفي النهاردة دكتورة مه عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي والقيادية بحملة المرشح الاستاذ فريد زهران والكاتب الصحفي الاستاذ محمد مصطفى ابو شامة الخبير الاعلامي شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتك شكرا لحضرتك بكرا ان شاء الله يوم جديد نتمنى ان يكون يوم افضل على الجميع مش بس في مصر ولكن في كل مكان نتمنى ان يكون يوم في بعض السلام وبعض الهدوء على ابنائنا واشقائنا واخوتنا واهلنا في غزة وان شاء الله نقدر نتغلب على الصعوبات اللي بيمروا بيها ويظهر العالم الذي طهره وانفضح الحقيقة في خلال فترة شهرين بشكل مذري ان النهاردة يعودوا الى صوابهم ونشوف يوم جديد او شكل جديد او امل جديد لهذا الشعب العظيم ولشعبنا المصري العظيم القاكم على خير اصباحوا الالف خير